الناس برضو بصراحة بتعاني جدا جدا من قرس قديم هما ملهمش زنبي فيه فكل احوال دي انا بشوف ان جميز معندوش حاجة يخسر هو في وضع اعملش على اخسر يعني لو الزمالي خسر هو طبيعي انه مخسر يعني تعالى بقى لحسبها من قط لبس ناس الزمالي اعملش عادي ده مش مفاجأة على عكس ان النادي الاهلي لو خسر هو مشكلة عنده يعني الاهلي مطالب ان هو يكلم اه انه عندي الضغط عند الاهلي طبعا اه طبعا مليون في المية وعشان كده جميين الاهلي بتتخاوف المباراة دي بسبب السوبة الافريجي الساعة اللي فاتت قدام اتحال العاصمة الجزائري فهي فاكه في حتة ايه فاكه في حتة ازاي النهار ده انا اعتفادى اخطاء حصلتلي قبل كده فناز الزمالي انا بشوف ان هو ربما الاريحي اللي عنده دي تخليه لعب مبراحل وتعالى يفتكر برضو نهاية كاس لتلعب في الرياض وتفتكروا المباراة دي الشوت الاول كان افتكروا المباراة دي الساعة اللي فات اللي هو الاهلي قدر يكسبها في الاخر اتنون سفر امام عشور وعفشة فالمباراة دي اللي يفتكرها الشوت الاول كان كان الزمالي هو هو الطرف الافضل بمراحل الاهلي بدأ يخش في المباراة فيه الشوت التاني بدأ يمسك زمام المباراة فيه الشوت التاني فالتاني اعتقد جماز هيلعب الحتة دي هيحاول ان هو يقفل نص الملعب بدونجا ومحمد شحاتا بس هو بكل امانة لو اي واحد من الاثنين دول واع هو معندوش بديل خط وسنالي الزمالك واقع اي معالي اتنين لعيبة ما لهمش تالت لان ناصر مهر عبدالله السعيد كل اللعيبة دي كلها هجوميين معندوش دفاع معندوش عمق وكمان قاشة فروق امشي فمعندوش عمق هو في نص الملعب فهو مضطر ان هو يعني يلعب بهم ويحافظ عليهم اطول فترة ممكنة